مرحبا برج الميزان برج الميزان انت طاقتك بخصوص هذا الشخص تختلف بالعادة اذا انت يا برج الميزان تحب ان تأخذ قراراتك ببطل وتكون دبلوماسي ولكن طاقتك موجودة بكثرة طاقتك الهوائية موجودة بكثرة في القراءة طاقت السيوف كرتين ثلاث كرتات و كرتونة فبما معناه ان انت موجود وجدا حاضر و طاقتك قوية في هاي العلاقة انت على غير طبيعتك هاي الفترة انت جدا صاير عندك طاقة المحارب او طاقة الشخص اللي يدافع عن ما يؤمن فيه ما الذي تؤمن فيه عزيزي برج الميزان احتمال هذا الشريك هذه العلاقة مو شرط فقط انك تؤمن بهذا الشخص لنفسه انت ترفض لان اشوف ان فيه تدخلات من المقربين او من الاهل انت ترفض ان يتحكم اشخاص ثانيين بمصير علاقتك من هذا الشخص سبع الاخصان هي طاقة نارية دائما تتكلم عن هنا ايضا لدينا طاقة نارية عند الشريك تتكلم عن ممكن الشريك ايضا يكون برج هوائي تتكلم عن الشخص اللي قاعد ماسك غسل ويحارب ستة اخصان موجهة عليه انت عنديك شيء استفزك في الاوان الاخيرة تدخل معين تحكم من اشخاص يحاولون انهم يوجهون علاقتك مع الشريك او يتحكمون حتى في مصيرها انت ان كانت طبيعتك الاعتيادية هادئة ولكن هذا الشيء جدا اخرج منك مثل ما قلون الطاقل والقوة الكامنة داخلك ودافعت عنديك السيف الواحد اقوى سيف رقم واحد ace of sword دافعت بكل قوة عن الشخص اللي تؤمن فيه مو فقط الشخص انت كأنك قاعد تقول لهم عندك two of cups الكوبين طاقة السولمة كأن تقول له هذلين الاشخاص او للظروف انا من حقي مثل مثل اي ايسان مثل اي انسان اختار الشريك اللي انا مقتنع فيه انا مقتنع في اختياري رجاء لا تشككون بقدرتي على الاختيار ولا تحاولون ان انتو تأثرون عليها لان احتمال هذلين الاشخاص بعدين حاولون يسلبون منك الارادة الحرة بما يتعلق بالشريك عندك ايضا مثل ما قلت لك السيف الواحد السيف الواحد هو بالنسبة لي حقيقة مرة هي بالعادة دائما تتكلم عن حقيقة او بداية جديدة حقيقة مرة انت راح او اعطيتها هذلين الاشخاص السيف الواحد موجود عندك انت على غير عادتك يا برج الميزان هالمرة صنع القرار الاختيار النهائي الكلمة النهائية في هذا الموضوع رح تأتي من عندك انت وايضا ممكن يعني هذا السيف اللي اسفل كرت السول ميت ان هذلين الاشخاص يحاولون دائما ان يتدخلون باي شكل من الاشكال عشان مثل اذا السيف صار في الوسطة عشان يدخلون بينكم يحاولون اي ثغرة عرفت يوجدون اي ثغرة اي مسافة بينك وبين الشريك عشان يدخلون عشان يخربون ما هو الهدف منه وراء ذلك رح نشوف في طاقتهم الخاصة لان اشوف عندك مو فقط شخص واحد عندك مجموعة من الاشخاص يعملون بتنظيم بترتيب مع بعض لديهم نفس الطاقة الهوائية اما هم ابرد هوائية او هم مركزين جدا عليك في هاي الفترة حاطينك في بالهم لدرجة ان كل طاقتهم كعلى تحكس طبيعتك الهوائية وبينهم تنظيم بينهم اتفاق بينهم اول كلمة سمعتها لما شفت كلها سيوف هو انتهازيين احتمال انت بينك وبين الشريك هاي الفترة مسافة انفصال بعد حتى وان كان بعد بسيط علاقتكم مو في اقوى حالاتها الحين فهذين الاشخاص قاعدين حاولون يدخلون بينكم انت حتى وان كان عندك انفصالة وبعد انا هذا الشخص انت جدا محافظ وستحارب من اجل ارادتك الحرة لاختيار شريكك اشوفك هنا مو شرط انت يعني جزء من المحاربة من اجل هذا الشخص ولكن انت ايضا قاعد يتحارب من اجل نفسك في شخصين في الصورة في كوبين انت قاعد تحارب على حقك انك تعطي هذا الكوب للشخص اللي انت تختاره ممكن يكون فيه ددخل من الاهل من جانبك انت او المقربين منك الشريك او الحبيب عنده ايضا طاقتك يا برج الميزان السيفين طاقة تتكلم عن دائما شخص معلق في المنتصف مقيد او على عينه غمامة وعنده سيفين الصورة الاصلية عنده سيفين لا يستطيع ان يأخذ القرار محتار لان عليه غمامة على عينه فهو لا يعرف ما هو الطريق الافضل السيف الاول ام السيف الثاني الشريك عندك في مرحلة عدم القدرة على صنع القرار ولكن هو مقيد يعني هذا الشيء ليس من اختياره الظروف الاشخاص وضع الاجتماعي وضعكم مع بعض هؤلاء مقيدة مو شرط لانه لا يريد ان يصنع القرار او لا يرغب فيك انت تقدر تحارب تستطيع عندك القدرة اشوف ولكن هذا الشخص لا يستطيع ان يتحمل تكلفة المحاربة في هاي الفترة لديه الطاقة في امل في طاقته ولكن المحاربة لن تخرج منه الشرارة اللي تثبت العلاقة الكلمة النهائية قلت لك رح تخرج منك انت هو مقيد عنده ظروف وان لم تكن تعلمها في عمله في اسرته في شيء مقيده بحيث حتى لو تكلم رح يدفع الثمن غالي هذا ليس من اختياره وايضا عندي اربعة السيوف اربعة السيوف دائما تتكلم عن الشخص اللي ما اخذ بريك ما اخذ فترة راحة يحاول ان مو فقط يرتاح يعيد التفكير بالامور اذا انت تعتقد ان هذا الشريك لم يفعل كل ما بيده من اجل علاقتكم فوجود اربعة السيوف يقول لي انه حاول باكثر من طريقة ولكن كل الطرق لم تؤدي اليك كل الطرق ما خلتها يستطيع ان يصل اليك ينالك او تمشي العلاقة لحد الان بالنسبة لك كل محاولاته فاشلة فهو كأنه ما قاعد ايضا ياخذ بريك يحاول ان يخرج اقوى ولكن اشوف ان طاقته مستنزفة يحاول ان يخرج بحلول جديدة ولكن في نفس الوقت ايضا الحلول ما قاعد تساعده جدا هو عالق وحائر هاي طاقته العامة عندي كرت الامبراطور الطاقة النارية ممكن يكون برج الحمل او اي شخص ثاني ولكن هذي طاقة ملك الملوك عندنا هنا ملوك الاشخاص اللي يدخلون طاقتهم ملوك هذا ملك الملوك الامبراطور السلطة العليا احتمال ان هذا الشخص جدا كبير في عائلتك او عائلت الشريك ممكن يكون اب قوي الشخصية ممكن يكون ام قوية الشخصية لها الكلمة النهائية مع هذا الشخص مع هذا الوضع في جانبه هو شخص لديه الكلمة النهائية جد ممكن يكون ممكن يكون رئيس قبيلة ممكن يكون رئيس للعائلة دائما قائد العائلة عندهم شخص في العائلة هو اللي يكون الظهر والسند والدعم لهم كلهم جد جدة ولكن على ان لديه الكثير من السلطة والقوة هو جدا يحب هذا الشخص هاي اللي قاعدة احسه حب لهذا الشخص مثل الطفل المدلل مثل ما يقول لك الامبراطور العنيد القوي ولكن مع هذا الشخص يصبح كما تدي بير لعبة الدب يصبح جدا حنون مع شريكك رح ارجع لكرت الامبراطور اوضح لك شنو رح تكون دورة في العلاقة بعدين رح ننتقل الحين للاشخاص اللي حاولون يحولون دونك ودون الشريك عندنا اشخاص من نفس الطاقة نفس الفئة كلهم سيوف كلهم هوايين متدرجين احتمال يكونوا نفس المجموعة نفس المحيط زوجها وزوجها وابنها من نفس المجموعة عندهم مثل حزب عاملين حزب صغير سري من اجل التخريب عليك ولكن الغريب في الموضع شوف اول شي رح ابتدي ملكة السيوف وملكة السيوف الطاقة الهوائية المركزة عليك ملكة السيوف دائما هو اعلى وناضج اكثر واحتمال انه ايضا يعرف ان هذا خطأ ان يتدخل ويحاول يسوي كنترول على رغباتك الشخصية ولكن في هاي القراءة هو خاضع لملكة السيوف عندك امرأة ارى انها امرأة اكثر من اي شيء امرأة ممكن تكون ام لك او للشريك خالة عامة صديقة للعائلة هذه المرأة هي العقل المدبر وراء كل المخطط عاملة مثل المخطط عندها اجندة في بعض الاشياء رح ترسلها تجاهك بعض السيوف رح توصل عندك انت تحاول تخريب عليك وعندها ايضا سيف اخر سترسله باتجاه الشريك يعني غريبة معنا دائما الكنك هو اللي مسيطر ولكن في هاي القراءة الملكة هي قاعدة تسوي مثل لعبة الشطرنج تتلاعب بالجميع من ضمنهم الملك وعندها ايضا ابن او بنت يعتمد على جنسك انت يا متابعي عندها شخص احتمال ابنها او بنتها راح ترسلهم في طريقك او في طريق الشريك عندها شخصين وهدفين واحد منهم سيرسل في جانبك والثاني سيرسل باتجاه الشريك اتوقع السيناريو الاعتيادي ممكن يكون ايضا العكس ان فارس السيوف الفارس المندفع اللي عنده مهمة معينة دائما هذا الفارس عنده مهمة معينة يذهب بسرعة ينجزها بعنف ويرجع هذه الملكة لقنت هذا الفارس شوف الكتاب اول ما جذبني في الصورة اكثر من السيف نفسه والطير اللي وراءه في الكواليس ينظر فوق كتفه هذه هي الملكة هذا الشخص محرك مثل اللعبة البابت اللي في لها سترينجز هذا الشخص ملقن ومحرك من قبل هذه الانسانة ومرسل اما في طريقك اما في طريق الشريك اتوقع ان في طريقك يحاول ان يكسبك او يشوش عليك او يدخل بينكم او يكون لك انما هو بدال هذا الشخص شريك ياخذ مكانه ولكن طاقتك انت ايضا هوائية راح بسرعة تستطيع ان تصد هذا الشخص عندك طاقة الصد او مثل درع الحماية لان ايضا طاقتك انت هوائية تستطيع ان تفهم هؤلاء الاشخاص سريعا احتمال انهم من طرف اهلك انت او من طرفك انت ولكن ستفهم هذا الشخص وتحركاته بسرعة سريعة ورح تقدر انك تصده هذا هو الخبر الجيد الخبر الثاني ان احتمال الشخص اللي اكثر خبرة عندها اكثر نضج ملك السيوف دبلوماسي محنك يعرف كيف يتكلم يعرف كيف يوصل رسالته ايضا ملقا ولكن هو ايضا مرسل من قبلها عين الطير متجهة الى الامام رح ترسله باتجاه احتمال الامبراطور في حياة الشريك مهما كان الامبراطور بالنسبة له ممكن يكون امه ابا جدته المسؤول عنه ممكن يكون حتى مسؤولة في العمل من اجل ذلك هو مقيد احتمال هذلين الاشخاص يستطيعون ان يصلون الى مقر عمل شريكك من اجل ذلك هو مقيد وخائف ولا يستطيع الحراك يعرفون عنه اشياء معينة منزلة طريقة التواصل معاه اكتشفوا عنه شيء قاعدين يستخدمون هذا الشيء ضده او كأنما يهددونه او كأنما فيه فيه تخويف من جانبهم لان احتمال ان ترسل ملك السيوف باتجاه الامبراطور ملك السيوف سيدخل في محيط شريكك على اساس انه ناصح على اساس انه صديق على اساس انه انسان حكيم يحاول ان يعدل الوضع ولكن هو نيته نفس المخطط فاركشة العلاقة يحجوجه باتجاه الامبراطور في حياة الشريك ويخبره واحد اثنين ثلاثة ويحاول ان يخرب بينكم اللي اتوقع انه راح يصير ان السحر والمخطط السحر راح ينقلب على الساحر مخططهم راح يفشر راح اقول لك ليش هذا الامبراطور يمكن بالعادة هو غير موافق لارتباطك مع الشريك غير موافق على علاقتكم على ارتباطكم على وجودكم مع بعض هذا دائما انسان عنيد يحب التملك يحب ان يتملك حتى الشريك لانه اعلى منه مدير في العمل لديه سلطة عليه مثل سلطة الام والاب على الابناء ولكن الغريب في الموضوع عندما يصل ملك السيوف الى الامبراطور الامبراطور نفسه اللي دائما كان معارض لكم هو اللي راح ينقلب عليهم هو اللي راح ينقلب على ملك السيوف يحط له حد لماذا؟ هم في شيء اغفلوه اغفلوا حبه لهذا الشخص احتمال امبراطور راح يرى شريكك تعيس راح يرى شريكك مهزوم وحتى ان كانت طبيعته او منصبه مع الناس بصرفه الطبيعي انه يسمع كلام هؤلاء الاشخاص في هذا الموقف راح ينقلب عليهم هو اللي راح يضع لهم حد هو اللي راح يحارب من اجل انه انت توصل مع الشريك الى نتيجة كأنما هذا الشخص يكون بالنسبة لدائما مثل الاب او الام اللي دائما هو يحب ان يتحكم بابناءه ويربي ابناءه واحتمال حتى يؤدب ابناءه ولكن لا يسمح للاخرين حتى ان يقولوا كلمة بسيطة عن ابناءه هذه هي طاقة اللي قاعدة احش فيها بالقراءة لما يوصل الموضوع للاشخاص اللي يحبهم جدا قوي وهو ملك الملوك سلطة اعلى وقوة اقوى وعنف اعنف كل السلطة اللي هنين كل المحاولات اللي هنين راح تفشل راح يصدها عندكم شخص لطالما كان اما غير موافق اما غير مشجح لعلاقتكم هذا هو الجزء المضحك والمفاجئ من القصة كرت المفاجئ اللي راح اسحبه لك راح يكون مختلف عن المرة السابقة لانا ما ابكى المرة السابقة شنو كان الكرت لكن راح نشوف شنو المفاجئة اللي راح تكون في الموضوع بينك وبين الشريك برج الميزان السيدة العليا السيدة الحب والتعاطف احتمال الكرت عندك رقم واحد هنا ايضا عندك السيف رقم واحد الرسالة الموجهة لك عزيزي برج الميزان ان انت فعلا راح تحارب من اجل هاي العلاقة واحتمال انك راح تنجح ولكن دائما تذكر تعاطف مع الشريك حاليا تعاطف مع الشريك هاي الرسالة الخاصة لك عشان لا تخسرها لان الشريك حاليا وان لم تكن تعرف كل الصورة او كل الاحداث في احداث خفية انت لا تعلمها ستحدث وراء الكواليس احتمال انه ترو فقط يختبرك بهالي الجانب ولكن انت لن ترى انه حدث على ارض الواقع راح يكون كله وراء الستائر المغلقة فانت مهما يحدث في الفترة القادمة كن متفهم حاول انك لا تكون معاتب باتجاه الشريك او الحبيب متفهم جدا ايضا متزن تسيطر على ردات فعلك واندفاعاتك عندك السيف الواحد مع واحد احرص ان هذا السيف لا تأخذ وطط عن البشريك رغبة منك بان تجعله يتخذ القرار لان ترو اخبرك انه هو في الفترة الحالية مقيد بسبب ظروف معينة انت احتمال انك ما عندك الصورة الكاملة خلك محب خلك متفاهم خلك متعاطف مع الشريك وان لم تكن تعرف بكامل ظروفها بالتوفيق علي زي بورجين ترجمة نانسي قنقر